على مدافع داخل منطقة جزاءه لم تحتسب ركل الجزاء بهذا الوضوح لم تحتسب ركل الجزاء ولكن احتسبت مخالفة على المهاجم ارتكب المخالفة بالساطه بالجزء الأعلى من الساط من الذي ارتكب المخالفة بوضوح ركل الجزاء لم تحتسب للمجرد طيب حالة تانية في نفس الشوت وفي نهاية الشوت الأول ونشوف مع بعض ايضا مخالفة نشوف مع بعض ركلة سابتة وهناك سقوط للاعبين انتهت باحتساب مخالفة في وسط الملعب واحتجاج كبير من لاعبي الفريق المغربي نشوف مع بعض المسك من أكتر من مكان لكن هنركز على اللاعب اللي قدامنا جواب هما الاثنين في نفس الحيز ومن طرف واحد بمعنى انه مفيش لاعب مغربي بيمسك فانيلا الفانيلا ممسوكة من المدافعين المدافعي المتخب الفرنسي نشوف مع بعض اللاعب راكم 15 من المغرب ممسوك بهذا الشكل واستمر المسك خلينا نكمل بقى اللقطة نكمل اللقطة استمر المسك واستمر تكتيف اللاعب حتى سقط على الارض وشوفنا في مباريات كثيرة في البطولة رقلات جزاء للمسك داخل منطقة الجزاء لم تم احتسابها هنا لم يتدخل حكم المغرب لم تحتسب رقل الجزاء لما يكون عندنا رقلتين جزاء في المباراة واحدة في نصف النهائي لم تحتسب في الشوت الاول والنتيجة الفريق كان متأخرا بهدف اعتقد انها حالات وانها اخطاء اثرت على نتيجة المباراة هار بلاك للمغرب نتمنى لهم التوفيق في المباراة التابعة شكرا كابتا جمال غندور خبير تحكيم في بينسبوس حكم الدولة المنديالية السامة وكذا وجود رقلتين جزاء في شوت اول منطقة المغرب في هذه المباراة وراح مرتين اخرى بارسن بينجم شكرا